وصفتنا اليوم راح تكون لزانيا الدجاج للناس تحب اللزانيا باللحمة ان شاء الله راح احط لكم الرابط بصندوق الوصف بس اليوم راح تكون وصفتنا عن الذ و قطيب لزانيا بالدجاج وصفة جدا شهية تعبوها مايو تعالي نشوف طريقة العمل في البداية هون راح استخدم الفررامة الفررامة كثير راح تساعدني بالشغل ورح نحتاج بالوصفة كيلو من صدور الدجاج بالنسبة لصدور الدجاج هون انا قطعتهم مكعبات و رح اطحنهم على الفررامة على قسمين بنزل قسم بطحنوا كثير منيح وبرجع بنزل القسم الثاني رح احكي بالنسبة للوصفة هاي لازم نستخدم مفروم الدجاج و اكيد ممكن تستخدموا مفروم الدجاج الجاهز او ممكن تعملوا مثل ما عملت انا استخدموا صدور الدجاج المتوفر عندي في البيت بالنسبة للفررامة في حال مش متوفرة ممكن تستخدموا مفرمت اللحمة وفي حال كمان مش متوفر عندكم مفرمت اللحمة من قطعوا الدجاج يكون معكم كثير ناعم اتحاولوا انكم تهرسوه بالسكينة هيك عندي الدجاج جاهز هلا هون رح نحتاج كمية من الزيت النباتي ورح نحتاج البصل استخدمت هون حبتين حجم وسط من البصل فرمتم كثير ناعم اول ما يذبل عندي البصل هون رح احوط معلقة صغيرة من الثوم المهروس بقلبهم لما يذبل عندي هون البصل بنزل الدجاج رح احكي ملاحظة بالنسبة للغاز عنا هون لازم يكون على الواطي مفروم الدجاج شوي بلزك فالافضل انه تكون عنكم النار شوي واطية بقلبهم مع البصل وبحط هون نصف كاس من المي طبعا عنا المي هون لازم تكون ساخنة وبترك الدجاج حتى يستوي هو ما رح ياخذ معكم وقت بالاستواء ولما يقرب عندنا الدجاج يستوي هون رح انزل البندورة استخدمت هون حبتين حجم وسط من البندورة فرمتهم كثير ناعم رح احط هون معجون الطماطم ثلاث ملاق كبار بقلبهم مع بعض بتركهم شوي تسبكوا هلا هوني بنزل الخضار بالنسبة للخضار هون رح نحتاج الفلفل الرومي انا هوني استخدمت حبة حجم وسط من كل نوع قطعتهم ناعم بقلبهم مع بعض البحارات رح نستخدمها بالوصفة معلقة صغيرة من البابريكا ربع معلقة من الفلفل الاحمر الحار ونصف معلقة من الفلفل الابيض بالاضافة ل معلقة صغيرة من الأوروغانو والريحان ورح احط هنا ربع معلقة صغيرة من زجبيل البودرة بحركهم كثير منيح مع بعض واكيد هون ما ننسى نعدل الملح بقلبهم وبهيك عندي خلطة الدجاج صارت جاهزة هلو هون بخليها على جنب وبحضر للبشمل بالنسبة للبشمل هون رح نحتاج الزبدة 50 جرام ورح نحتاج كمان ثلاث ملاقة كبار من الطحين اكيد اذا حبيتوا تستخدموا السمنة اكيد ممكن بحمص الطحين شوي على جنب حتى الذوب عندي الزبدة وبقلبهم كلياتهم مع بعض ارجعت انا هون حطيت معلقة صغيرة من الزيت النباتي حمصتهم كلياتهم ورح انزل هون الحليب بالنسبة للحليب هون رح نحتاج لتر من الحليب السائل لتر عندي يساوي اربع كاسات حجم الكاس يكون عنا 250 مل نستمر بالتحريك حتى ما يكون بالخليط اي اشي من التكتلات المطيبات هون رح نحتاج تواب المرق الدجاج ورح استخدم الورقان والريحان الفلفل الابيض بالاضافة للملح بالوصفة هاي اكيد ممكن تستخدموا الفلفل الاسود بتركهم يغلوا شوي طبعا مع الاستمرار بالتحريك وهيك عندي قوام الصلصة كثير ممتاز لازم ما يكون معنا ثقيل اول خطوة هون بنعملها من نزل الصلصة بالصنية بعدها رح انزل اللازانيا بنسبة لللازانيا ممكن تستخدموا اي نوع انتريبتكم اياه بس بتقرؤوا التعليمات الموجودة خلف البكات اللازانيا انا استخدمتها هي ما بتنسلك في المي على طول من استخدمها في انواع من اللازانيا لازم انها تنسلك طبعا هاي التعليمات بتكون موجودة على البكات نفسه بنحط طبقة من اللازانيا بعدها بحط طبقة من الدجاج طبقة من البشاميل وبسكر عليها بالمزرلة وبرجع بعيد الطبقات رح احكي بالنسبة لصنية البايريكس انا استخدمت هنا صنية البايريكس الحجم الوسط عملت عندي الكمية هاي صنيتين اكيد ممكن تستخدموا صنية البايريكس الحجم الكبير وتحطوا كل الكمية بصنية واحدة لازم عندنا صلصة البشاميلة تكون معنا شوي رخوة يعني ما تكون معنا تقيلة كثير حتى وقت ندخلها الفرن انها ما تجمد معنا بسرعة المزرلة كثير ضرورية واخر طبقة هون رح احط الدجاج وارجع احط هون سلصة البشاميل مع المزرلة زي ما احكيت لكم هاي الكمية عملت عندي صنيتين حجم وسط طبعا هون رح ارش على الوجه كمية بسيطة من البابريكا بتعطي نكحة كثير طيبة ولون تحميرة حلو بعدها بدخل الصنية الفرن رح احكي هون عن الفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 200 المدة اخذت مني اكثر من نص ساعة اول ما ذابت عندي الجبنة وبلشت تأخذ معي لون شغلت شواية من فوق وهيك عندي الصنية اول ما طلعت من الفرن ما شاء الله رحيتها بجد رائعة طبعا ممكن تقدموها وهي سخنة وممكن تسنوا عليها شوي تبرد وتقدموها وصفة جدا شهية لزانيا بالدجاج صراحة اللي بجربها كثير رح يحبها اه بتمنى كثير انها تعجبكم جربوها واعطوني رأيكم فيها اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة ما تنسوا دعم قناتي والاشتراك فيها تفايل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة ويعطيكم الف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة